استؤنفت بعد ظهر اليوم الاثنين المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي ورئاسة جنوب افريقيا وبمشاركة وزراء الري من اثيوبيا مصر والسودان وشدد وزير الري السوداني ياسر عباس واتفق المفاوضون على مواصلة المفاوضات على مستوى الخبراء على المسارين الفني والقانوني بالاستناد لتقرير خبراء الاتحاد الافريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة من المفاوضات والعودة للمفاوضات يوم الخميس المقبل على المستوى الوزاري وفي خطابه الافتتاحي امام الاجتماع اكد عباس على ان التحرك المنفرد قبل التوصل الاتفاق بين الدول الثلاث قد اعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل وعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه الداعي للتوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث يؤمن سلامة سد الروسيرس